أساس لي أخذت بالك قبل كده أو الفترة اللي فاتت أنه بقى فيه ظاهرة كده أنه الشباب الصغير يقولك أنا ما بعرفش نمغل لما تفرج على أفلام الرعب اللي هي الجرائم غريبة جدا 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 وحتى لو ما كانوش بيقروا القصص دي بس أنت بعض الناس بيامل فيديوهات أو بيتفرجوا على الفيديوهات اللي بتتكلم عن قصص رعب وصوادث إزاي جماعة الكلام دي قبل النوم؟ أعتقد ما دوصها بقى في الحقيقة هي واحدة من الظواهر اللفتة في السنوات الأخيرة هو إقبال الشباب والمرهقين على قراءة كتب الرعب وأدب الجريمة وده اللي بيظهر بشكل كبير عوي في إحصائيات الأكثر مبيعا وفي طوابير معارض الكتاب ويمكن ده بيرجع لزيادة الحماس عند الجمهور لاكتشاف العوالم الخفية والخيال المرعبة المختلفة الحقيقة أن الإقبال الكبير على الروايات المرعبة ده بيثير العديد من التساؤلات عن تأثير ده على الحالة النفسية يعني هل ممكن يكون ليه انعكاسات على السلوك؟ ده اللي هنعرفه من ضفنا المنوار ده دكتور محمد محمود حمودة استشاري الطب النفسي أهلا بيك يا فاند صباح خير يا دكتور درمي فهدين صباح النور أهلا بحضرتك أهلا بيك إيه السرف ده؟ إيه سبب ده؟ ده خلينا نقول الأول بس أنه الخوف والعنف غرائز إحنا مولودين بيها يعني دي غرائز موجودة جوة جسم الإنسان مولودين بيها وليها مركز في المخ اللي هو الأمجدالة الأمجدالة ده المركز المسؤول عن الشعورين المتنقضين العنف وفي نفس الوقت الخوف ومسؤول عنهم حاجة اسمها السيمباساتيك نيرفا سيستم أو الجهاز العصبي السيمباساوي اللي بنسميه فايتاند فلايت سيستم المسؤول عن القتال وفي نفس الوقت مسؤول عن الهروب يعني مسؤول عن الخوف ومسؤول عن العدوان السيمباساتيك نيرفا سيستم أو الجهاز العصبي السيمباساوي بيفرز هرمون مهم جداً اللي بنسميه الأدرنالين الناس اللي بيتفرجوا على أفلام رعب بيبقى عندهم حاجة اسمها أدرنالين أديكشن يعني هم مدمنين لإفراز الأدرنالين بيحبوا أن الأدرنالين يعرف جسمهم ويحسوا أن هم في حالة تأخب وتوتر ويبدأ السمبساتيك نيرفا سيستم يشتغل ده بيحفز الأميجدالة وبعدين بعد فترة بينزل مستوى الأدرنالين في الدم فيبدأ البرة سمبساتيك نيرفا سيستم اللي هو الجهاز العصبي الجار السمبساوي هو اللي يشتغل فيحس باسترخاء شديد بعدها يعني هو كان في كمة التوتر وبعدين بدأ يحس بكمة الاسترخاء ده إدمان بنسميه الأدرنالين أديكشن هي بالضبط نفس فكرة المرتفعات ونفس فكرة الملاهي هو اللي الناس بتحب تروح الملاهي يعني هم اللي بيعذبوا نفسهم جلد الزيت بالضبط كده هو مش جلد الزيت هو حب المغامرة وفي نفس الوقت الأدرنالين بنحب ويعلى في جسمنا وبعدين لما ينزل فحس بالاسترخاء سمبساتيك نيرفا سيستم يشتغل وبعدين البرة سمبساتيك نيرفا سيستم يشتغل فحس إن أنا في حالة استرخاء وانتشاء وزي ما قلت لك هما الاثنين مركزهم في المخ واحد اللي هو الأمجدالة والخوف والقتل اللي اتنين غرائز إحنا مولودين بيها يعني هي جوانا عشان كده إحنا فكرة إنه ده مؤخرا وحديثا لا ده من زمان يعني واحد من أشهر كتاب الرعب يعني بقاله كرون طويلة الناس بتقرره اللي هو إتجر ألم بو في التسعينات كان دكتور رحمة خالد توفيق عامل سلسلة رعب اللي هي سلسلة نورة الطبيعة وكان عليها إقبال شديد جدا مننا لما كنا شباب في الوقت ده ليه لأنه كانت بتحفز جوانا نفس الإحساس ده طيب اللي ظهر كمان دلوقتي الفيديوهات اللي هي حد بيطلع بيعمل أي حاجة أين كان بيطبخ بتحط ميكوب أين كان لكن ليه بتحكي عن قصة وهي بتعمل ده بتحكي عن قصة مثلا فلانة في التسعينات اتقتلت عن طريقة فلانية طب إيه اللي حصل التحقيقات أثبتت إيه الكلام ده وتلاقي نفسك مسحول معاها وبتتفرج عليها جدا وده بيفكرني بزمان كان فيه كده برنامج مشهور قوي اسمه خلف الأسوار كنا احنا نقعد قدامه ما نقومش غير لما نخلص الحلقة كلها لا فرق بين النور والظلام خلف الأسوار فكلنا فعلا كنا بنعد نحب قوي البرنامج ده ونتفرج عليه جدا السبب إيه يعني ليه إحنا بنتسحل قوي مع الفيديوهات من النوع ده لغاية أخيرها تقدرش تحول عشان إحنا عندنا ميول لاكتشاف عمفة آه ده حقيقي عندنا ميول لاكتشاف المجهول وميول تجاه العمف والجرائم ودي زي ما قلنا هي غريزة موجودة جوانا بالبناسبة هم عملوا دراسات على الساديات الأكثر عنفا فلاقوا أن الإنسان من أكثر الساديات عنفا على عكس النمور يعني لقوا أنه البني أدمين العنفة عندهم أكتر من النمور وأنه غريزة الصيد في النمور بسبب الجوع لكن غريزة الأتل في الإنسان مالهاش سببه مالهاش بالجوع إنه لو أنا تعرضت الموقف زي ده أحمي نفسي إزاي بس طبعا أنا بانس أصلا يعني أول ما هقفل الفيديو بانين بصحة تاني ولا فكرة حاجة ده واحد من الدوافع الأساسية للفرجة على أفلام الرعب طبعا زي ما قلنا إنه هو موجود كغريزة لكن حاجة تانية إنه ساعات كتيرة وإحنا قاعدين بنتفرج وفي بيتنا وتحت البطنية وقفلين علينا الباب بنحس إن إحنا في أمان فده بدينا شعور بالإطمئنان اللي هو أنا هتفرج على أفلام الرعب وإنا هم تطمن بطنية قوي أجوى فبيديني الإحساس ده كانوا عملوا دراسة في فلنان ده على مجموعة من الناس اللي اشتركوا في الدراسة لقوا إنه 72% منهم بيقولوا إن إحنا بنتفرج على فيلم رعب كل ستة شهور وكان السبب إنه ده بيحسسهم بالدفئ الأسري إنهما بيتلموا مع بعض عشان يتفرجوا دي دراسة في لنان ده فعلا عشان يتفرجوا على الفيلم الرعب وإنه هم قاعدين مع بعض فحسين بالأمان وهم قاعدين مع بعض وشوفوا أي قسم مشترك يعني أي فيلم هي فكرة إنه الفيلم الكوميدي ممكن شوفوا لوحدك لكن فيلم الرعب هتخاف تشوفوا لوحدك فبتلم من الناس حواليك فهم بيشوفوا كده بيشوفوا إنه فيلم الرعب ده لازم يبقى في جذرينج يعني إحنا قاعدين مع بعضينا فدي واحدة تانية من الأسباب اللي بتخلي الناس تحب تتفرج على الأفلام الرعب الحاجة التالتة إنه ساعات بحس إنه أنا بفرغ العدوان اللي جوايا والشحنة اللي مفعلية مع أفلام الرعب ومشاهد القتل والدم والعنف كأني بالضبط ده اتفرجت على الفيلم كأني عملت كده ففرغت العنف اللي جوايا فخلصت الفيلم وخلص العنف اللي جوايا هل هي بتخلص ولا بتزيد لا هو بقى الدراسات بتقول إنه للأسف الحكاية بتزيد مش بتخلص لأنه بالضبط كده كان في تجربة عملها بندورة وده واحد من علماء الاجتماع المشهورين اكتشف إنه مشاهدة العنف وبذات مع الأطفال بتزود العنف عند الأطفال فكان جايب مجموعتين من الأطفال مجموعة بتشوف البوب دول اللي هو بلونة كده منفوخة بتتضرب وأطفال تانين ما شافوش المشهد ده الأطفال اللي شافوا البوب دول بتتضرب باستمرار بقى عندهم عنف في الدراسات اللي بعد كده أكتر بكتير من اللي ما شافوش عنف فمشاهدة العنف للأسف بتزود العنف جوانا مش العكس ولكن واحدة من الأسباب اللي بتقول إنه إحنا ليه بنحب أفلام الرعب إنه فيه ناس بتفتكر إنها كده بتفرج الشحنة المفعلية في حين إنه ده بيزود الشحنة المفعلية طيب بسأل سؤال بقى هل النوع ده من الأفلام بيجيب صدمات والعربية اللي قدامك توقع عليك مش عارفة حاجات فيموت بطريقة بشعة النوع دي من الأفلام جابتلي تراما فبقيت من بعدها ما بتفرجش على الرعب أبدا مهما حصل بين التراما على فكرة وبقيت دلوقتي وأنا ماشية واللهي وأنا سيئة ما مشيش وراء العربية دي على فكرة دي حاجة مشهورة جدا بتحصل تلعين 9 سنين بسبب أفلام الرعب اللي بيشوفها الأطفال وعشان كده بنقول مش المفروض الأطفال يشوفوا كده يحصل لهم بوست تراما تراما أو الترام كربما بعد الصدمة أنه يبدأ المشهد يبقى في خياله وكل شوية يشوف المشهد بالزبط كده فلاش باك يعني كل شوية يستعيد المشهد ويخش في قلق وخوف لدرجة أنه بعد مشاهدة الفيلم ما ممكن الطفل يخاف ينام في السريور لوحده وبعد ينام جانب مامته بيبقى مرعوب يدخل الحمام لوحده ويبدأ طول الوقت بيتخيل المشهد وممكن تستمر التراما معها فترة طويلة يعني فعلا في ناس فضلت معهم التراما من أنهم أطفال لحد ما كبروا ومعندهم التخوف ده وفي ناس نسيت أصلا هو ليه بيخاف ويمشوا وراء عربيات نقل محملة بأي حاجة ويعني من ضمن الحاجات اللي بدأوا يكتشفوها في جلسات العلاج النفسي أنهم اتعرضوا لمشاهدة فيلم كده بنحذر من أن الأطفال يشوفوا أفلام رعب نتعامل معهم إزاي بالنسبة للطفل مثلا اللي خلاص بقى مدمن أنه يشوف فيديوهات مثلا حتى بالنسبة للشاب اللي خلاص اعتاد على أنه يقرأ روايات بالليل قبل ما ينام أنا لازم أقلل للحكاية دي لأنه من ضمن الدراسات برضو حديثة أنه العنف بيزيد زي ما قلنا فبعد شوية مشاهدة المناظر القتل والأفلام الرعب وكده بيبقى شايفها حاجة عادية بيتعود عليها فيبقى قابل الحكاية بشكل عادي وساعات بيبقى حابة بيجرب كمان يعني فيه ناس بيحصلها توحد ببطل الرواية اللي بيقتل فيقرر أنه يتوحد ببطل الرواية ويحاول يعمل كده وناس كتير من المجرمين في الدراسات برضو اللي اتعاملت في أمريكا كان عندهم الفكرة دي أن هم كانوا بيقروا رواية الرعب وهم صغيرين وبدأ يتوحدوا بالقاتل المتسلسل وقرروا أن ينفذوا نفس اللي كانوا بيقروا في رواية الرعب فهي الحكاية مش سهلة زي ما الناس فهمها ومش أنا بفرغ انفعال جوايا أن أنا بطرج على فيلم ولا أن أنا بعمل جذرينج والكلام اللي بتقال الحقيقة الحكاية مرعبة فعلا وممكن تؤدي إلى زيادة العنف وانتشاره في المجتمع تم يا دكتور بعض الأمهات تقول لك أنت بقى تقول لي أنا ابني تينيجر أو ابني في سن المراقة تقعدوا تقولوا لي الأفلام الرعب خطر والفيديو جيمز بتزود العوف طب عامل إيه يسلي وقته في إيه يسلي وقته في أي حاجة تقنية تبعد عن الغريز خد يبالك صنع أفلام الرعب بيلعبوا على الغريزة بتاعت الرعب اللي موجودة جوه الإنسان زي بالزبط صنع الأفلام الإباحية بيلعبوا على الغريزة دايما صنع الفيلم بيدور دراسة بالزبط كده هم أسكية جدا وبيدور إيه اللي هيخلي الشخص يدمن الحكاية فهو بيدور على غريزة جوه الشخص عشان يخليه طول الوقت متحفز وعايز يتفرج أكتر زي إيه الحاجات اللي أنا أشغله بيها أي حاجة مفيدة فيها تفاعل مع الآخرين بعيدا عن مشاهدة الأفلام أو الفيديو جيمز بعيدا عن الشاشات احنا عندنا مشكلة في العصر اللي احنا فيه ده إنه الشاشات بقتها اللي بتحكمنا فحتى المراهقين بقى عندهم مشكلة في العلاقات الاجتماعية ما بقوش زينا بقت قدرتهم على التفاعل مع الآخرين أقل بكتير وبدأ يبقى بيظهر في الشخصيات المراهقين اللي بيكبروا ويكملوا 18 سنة اطراب الشخصية اللي بنسميه الفصامية إنه هو شخص منعزلي يشتغل مع اللات طب كويس جدا ويتفاعل مع اللات طب كويس قوي لكن ما يعرفش يواجه الآخرين ومعرفش يتفاعل مع الآخرين لا فيه ترند كده على تيك توك يا جماعة مش ممكن يعني مش عارف يا شخصي خدت بالك منه ولا لأ الشباب صغير كده يعني مثلا يسأل السؤال يجيب أهله يعني بابا ومامته يسألهم السؤال ويفضل يعيد الكلام يعني يسأل سؤال يسأل سؤال يفضل كده يعيد الكلام في حاجة تجيب توطر عصب يتحس فعلا فيه توحط في الموضوع غريب يعني في حاجة غريبة عشان كده احنا بنقول ان احنا محتاجين نقلل بقى الممارسات دي نقلل الشاشات ونقلل الممارسات بتاعت التيك توك والألعاب الإدمانية وأي حاجة بتلعب على غريصة الأطفال أنا محتاج أبعد عنها عشان بعد شوية هتسبب إدمان لأنها بترفع الدوبامين في مركز المكافأة في المخ الريورد سنتر مركز المكافأة في المخ لما بيعلى فيه الدوبامين أنا بعد شوية بد من الحكاية وبحب الشعور ده فبدور عليها طول الوقت ولو بعدت عنها أحس ان انا متوتر والآن وعايزها تاني فعشان كده احنا محتاجين نقلل ده عند الأطفال مجاعة أولادكم يلعبوا مرة تانية في الشارع يعني ذي كانت من أحلى الحاجات اللي جلنا كان محظوظ بيها شوية قبل ما الانترنت ينتشر بشكل كبير كده ان احنا كان عندنا الفقرة بتاعت احنا والجران بننزل أو أولاد الجران بننزل نلعب في الشارع مع بعض ودي كانت من الحاجات اللطيفة اللي نقدر نفتكر بيها طفولة طفولة حقيقية يعني دي كانت خليني أقول نهاية الطفولة الطبعية نشكرك دكتور محمد محمود حمودة استشاري الطب النفسي بطب الأزهر شكرا شكرا